دفعة معنوية قبل اللاعب خارج أرضي مع برشلونة في إيابي ربع نهائي دور أبطال أوروبا مع الشفاء مهاجمي المتميز باولو ديبالا من الإصابة عودة لتدريبات الجماعية مع زملائه مراسلنا حسين ياسين تابع تحضيرات يوفنتس في التقرير التالي من تورينو يوفنتس في في نوفو في تدريباته الأخيرة قبل مباراة برشلونة والتدريب الأخير كان مناسبة لكي نشاهد تركيز بوفون الحارس الذي يبحث عن اللقب أكثر من أي لاعب آخر في أوروبا ربما ثم كانت الكاميرات تبحث عن من جعل جمهور يوفنتس قلقا في اليومين الماضيين كل الأنظار عليه كل الأخبار تقول بأنه سيتواجد في المباراة باولو ديبالا نجم لقاء الذهاب واللاعب الذي يعول عليها أليجري كثيرا من أجل العبور إلى نصف النهائي ديبالا تدرب بشكل طبيعي مع المجموعة هو لاعب مهم جدا لأليجري هو لاعب بإمكانيات كبيرة جدا ينجح بتغيير مجر المباراة بسرعته وحيويته وبالأخص هو يجعل الفريق يلعب جيدا ديبالا لا يلعب فقط بشكل جيد بل يساعد زملائه على اللعب بشكل الأمثل لذا فالخبر رائع جدا لأليجري بأن ديبالا سيتواجد في الكامب نو إن لم تحصل مفاجأة سيلعب أليجري بنفس تشكيلة الذهاب دون تغيير يعلم أن أقصر طريق لحسم التأهل هو التسجيل في الكامب نو ملعب يدرك الجميع في اليوفي كما أنه صعب على المنافسين لكن الفريق يسافر إليه متسلحا بنتيجة مهمة نتيجة يريد الحفاظ عليها كي يعود ببطاقة نصف النهائي من فينوفو حسين يسين بإنسبورتس